نحن بحاجة إلى قائد وليس لموظف هكذا ختم الشيخ طلال الفهد كلمته قبل انطلاق عملية الاقتراع تلميح واضح نحو منافسه في المعركة الانتخابية حسين لمسلم على اعتباره اليد اليمنى السابقة للشيخ أحمد الفهد وكاتم أسراره مع انتهاء عملية التصويت الضارية جلس الشيخ طلال على كرسي شقيقه المخصص لرئاسة المجلس الأولمبي الأسيوي وإلى جانبه الامسلم وتبادلاء القبل مع وعد معلن بعمل مشترك لتكون آسيا موحدة لم يعرف إذا ما كانت قبلة الوداع أو رسالة عفا الله عما مضى لكن الثابت أن تغييرات كبيرة مرتقبة في المرحلة المقبلة صفحة هذا اليوم طويت وسنفتح صفحة جديدة وكما وعدتكم قبل ساعة آسيا ستكون عائلة واحدة وموحدة آسيا كانت دائما موحدة وسعمل كل ما بوسع لحماية هذه المنظمة في أي ظرف الشيخ طلال شغل سابقا رئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئاسة اتحاد كرة القدم وابتعد عن المشهد الرياضي في السنوات الأخيرة لطلق العلاج خارج الكويت أما الامسلم الملقب بالكابتن فهو رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية وتحقيقه عشرين صوتا يدل على مكانته القوية في القارة الصفراء وعلاقاته الواسعة على اعتباره ظل أحمد الفهد لا تقارنونني بشقيق أحمد سأخسر حكما ونحن هنا للعمل سويا ولإكمال مسيرة من كان قبلنا ومع انتخاب الشيخ طلال في المنصب الأولمبي الأسيوي الأول تواصلت سيطرة أبناء الشيخ الراحل فهد الأحمد الصباح على المجلس الأولمبي الأسيوي بوادر المعركة الانتخابية بين الطرفين ظهرت منذ نيسان إبريل الماضي مع إقفال باب الترشح للرئاسة لكن المنافسة اتخذت منحنا مختلفا بعدما تراجعت اللجنة الأولمبية الكويتية في الثامن عشر من حيزيران يونيو عن تأييدها للمسلم وطالبت بدعم الفهد يومها تمسك الكابتن بترشيحه قائلا إن الضغط السياسي الخارجية من طرف ثالث هو سبب سحب دعم الكويت له وليس لذلك أي تأثير على ترشيحه النائب الكويتي مرزوق الغانم أحد خصوم الفهد سياسيا ورياضيا دخل على الخط وأثار الموضوع في البرلمان الكويتي